ارتفاع عدد قتل تفجير منشستر الى 22 شخص ومايته دين الهجوم الارهابي قتل سبعة من تنظيم القاعدة بضربة للجيش الامريكي في اليمن وقوات لاستواصل خرق اتفاق خفض التوتر وتصاعد في درع الاستعادة مناطق خارج سيطرتها اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من تطور الاحداث في بريطانيا حيث ارتفع الى 22 قتيلا عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في قاعة للحفلات الموسيقية في مدينة منشستر شمالي انجلترا بحسب ما اعلنت الشرطة البريطانية في مؤتمر صحفي لها عقب الهجوم مشيرة الى ان من بين القتل عدد من الاطفال وان عدد الجرحة هو 59 شخص وضافت الشرطة ان منفذ الهجوم قتل اثناء تفجيره للعبوة ناسفة ولم يتم الكشف عن هويته بعد مشيرة الى ان قوى الامن بريطانية تعمل على معرفة اذا كان للمهاجم شركاء واكد بيان للشرطة على اعتبار الهجوم جريمة ارهابية هذا وقد تم اخلاء قبل قليل محطة فيكتوريا للحافلات في لندن واغلاق شوارع في وسط لندن في محيط المحطة للتحقق من طرد مشبوه في محطة فيكتوريا في لندن معنا من لندن وعبر الهاتف عادل درويش الصحفي والمحرر السياسي سيد عادل صباح الخير اهلا بك معنا اذا الدلائل الجديدة تشير الى انه عمل ارهابي مؤكد كيف تتعامل القوات الامنية مع هذه المعطيات الجديدة وكيف ردت فعل الشارع البريطاني على هذا يعني كما تعلمين هذا الحاجة تخصص واحد على الأقام لحتى الان لا يزال لا اعرف ترجمة العربي وكيف ردت فعل الشارع البريطاني على المحطة للتحقق لما يبحثون عن الأدلة الصغيرة مثل حصمات مثل الـ P&A مثل الكيميات التي تغلطها من انفجار غير ذلك لما يبحثون عن طوية هذا الجاني النقطة الثانية طبعا من ان قوة الـ P&A وهي ثانية قوة الـ P&A في الملاكة المتاحة بمناسبة يوجد شيء اسمها الشارع البريطانية هنا 47 قوة الـ P&A مختلفة في مناطق كغرافية مختلفة وكل منطقة لها مفوضية خاصة تمول من الضوائف المحلية ولا يوجد هيئة مركزية لكل شرطة الدرسانية كما تفهم المستحافة الهربية الـ P&A ودرب على هذا وطبعا من ذلك أنه كان معزول للمعرفة ما يحدث الـ P&A لم يحدث داخل القاعة هي القاعة مثل الاستاذ قاعة بخمة التسل حوالي 20 الشخص في ما يشبه عندكم المولات أو الضخمة توجد مختلفة الكفار دكتوريا فقد اختار هذا الارهابي أو هذا القاتل لحظة الخروج لأن الأعقائب تفتش والأشخاص تفتشون نعم فكان هذه لحظة الخروج وكان يقف في الروضها الخارجية شكرا جزيلا لك سيد عادل هذه المعلومات حدثنا من لندن وعبر الهاتف عادل درويش الصحفي والمحرر السياسي الذواء يعقد مسؤولون مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن اجتماعا طارئا عقب حدث مانشستر إيرينا بحسب ما أعلنت السلطات البريطانية وطلبت شرطة مدينة مانشستر من المواطنين الابتعاد عن قاعة احتفالات مانشستر إيرينا وأغلقت المنطقة المحيطة بالقاعة كما توقفت رحلات القطارات أيضا في محطة فيكتوريا مانشستر وتم إخلاؤها من المسافرين من جانبها دانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإرهابي في مانشستر مبدية تعطفها مع أسر القتلى وقالت ماي إن الشرطة تعمل على كشف تفاصيل الهجوم وتتعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي كما قررت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربين تعليق حملته مال الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من شهر حزيران يونيو المقبل بعد اعتداء مانشستر وأعلن كوربين أنه اتفق مع ماي على تعليق الحملة حتى إشعار آخر بحسب ما نقلت عنه وكالة بريس أشيوسيتد كما أدلت المغنية الأمريكية إريانا جراندي بأول تعليق لها بعد التفجير الذي وقع أثناء الحفل الذي كانت تحييه في مانشستر في إنجلترا وكتبت في تغريدة لها من خلال حسابها على موقع تويتر أنها محطمة ومتأسفة للغاية جاءت التغريدة بعد نحو خمس ساعات من حدوث التفجير دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا جميع المواطنين في مانشستر لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات ومتابعة تعليمات الشرطة إثر الاعتداء الذي شهدته المدينة اليوم وأشرت السفارة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ فإن على السعوديين الاتصال بها فورا لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنعود بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشن اليمني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية شنت ضربة على قاعدة لتنظيم القاعدة في اليمن وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان لها إن القوات الأمريكية قتلت خلال هذه العملية سبعة من مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية مستخدمة أسلحة نارية صغيرة وضربات جوية محددة في الشأن السوري أحكمت قوات السورية الديمقراطية السيطرة على قرية شمال غرب مدينة الرقة شمال سوريا أعقب مواجهة ضد تنظيم داعش بإطار الحملة الرابعة من معركة غضب الفراد وفدت قوات السورية الديمقراطية أنها سيدرت على قرية السلحبية الغربية وعثرت خلال حملة تمشيط واسعة على مدافع هاوى وطائرة استطلاع وبعض الأسلحة انفجرت سيارة مفخخة قبل قليل عند مدخل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق أسفرت عن وقوع إصابات وتنقلت وسائل علام بأن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل حاجز مستقبل من جهة طريق المطار في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق ما أدى إلى وقوع إصابات تشن قوات الأسد مدعومة بالميليشيات حملة على أحياء درع البلد لاستعادة النقاط التي خسرتها مسبقا ضمن معركة الموت ولا المذلة إذ استهدفت قوات الأسد مدينة درع بصواريخ الفيل محلية الصنع وبطائرات الحربية مزيد من التفاصيل مشاهدين مع مراسلنا براء عمر تصعيد جديد لقوات النظام السوري والميليشيات المساندة له في مدينة درع إذ تحاول منذ الصباح السيطرة على عدة نقاط كانت قد خسرتها في حيي المنشية وسجن الاستراتيجيين المحاذيين لجمرك درع القديم في ظل الإعلان عن المناطق خفض التوتر الأربع التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أستانة كما تم قصف أحياء درع البلد بصواريخ الفيل شديدة الانفجار نشاهد الطائرات الروسية كيف تتناوب على قصف أحياء درع البلد قصف عنيف منذ الصباح الباكر على هذه الأحياء الفصائل المقاتلة ضمن غرفة عمليات البنيان المرصوص قالت أنها دمرت عربة مجنزرة وقتلت عشرات الجنود وجرحت آخرين إلى هذه اللحظة الوضع مسيطر عليه من قبل البنيان المرصوص إذن كما نشاهد غارة أخرى تستهدف أحياء درع البلد في غضون دقائر إذن كما ذكرنا السيطرة لا تزال تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص المسيطرة على حي الماشية بالرغم من التعزيزات الكبيرة التي استقدمها النظام إلى ملعب البانوراما بمدينة درع من أجل إنهاء معركة الموت والمدلة التي غيرت حساباته في مدينة درع يعاني أهالي مدينة درع أوضاعا إنسانية صعبة للغاية في ظل هذه الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري ولا سيمة قبيل شهر رمضان برا عمر لأخبار الآن مدينة درع إلى العراق حيث أعلنت مصادر أمنية أن القوات العراقية تحاول طرد أفراد داعش من آخر معاقلهم بالجهة الشمالية من غرب مدينة الموصل كما أكد مصدر رسمي عراقي تحرير 97% من الجانب الأيمن للموصل من احتلال أفراد تنظيم داعش ساعة الحسم اقتربت في الموصل وفق تصريحات كثير من المسؤولين والمحللين فقد شرعت الشرطة الاتحادية العراقية بقصف أهداف لتنظيم داعش في المدينة القديمة غرب الموصل تمهيدا لاقتحامها واستعادتها من التنظيم وهي آخر معاقل المتطرفين بالإضافة إلى حي الزنجيلي في غرب المدينة أو ذلك عبر المدفعية الثقيلة وصواريخ لجراد يأتي هذا بعد استعادة القوات العراقية لحي السابع عشر من تموز الاستراتيجي من داعش بالكامل وأظهرت صور وزعتها الشرطة الاستحادية تحت إشراف قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت على إطلاق تلك المقذوفات والصواريخ كما وأظهرت صورا جوية سقوط تلك المقذوفات والصواريخ على مواقع المتطرفين وسط الأحياء السكنية في الموصل وفي الأثناء قال مصدر أمني عراقي إن كبار قادة العمليات العسكرية اجتمعوا في الموصل برئاسة قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالأمير يارالله لبحث خطة السيطرة على ما تبقى من الجانب الغربي من الموصل ومنذ أكثر من شهر تخوض قوات الشرطة الاتحادية العراقية معارك عنيفة في المدينة القديمة المكتظة بالمنازل والأزقة وهو ما يجعلها أكثر ساحات المعركة تعقيدا وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبدالغني الأسدي إن إعلان نهاية وجود تنظيم داعش في كامل الجانب الغربي للموصل سيكون في وقت قريب بعد أن بدأ بالانهيار إلى جانب الخسائر التي تكبدها داعش في الجانب الأيمى من الموصل الخسيرة قادت هذا التنظيم جددا واحدا من أهم مراكز الاتصال التي كان يستخدمها مقاتلوهم للتواصل فيما بينهم خلال المعارك وبذلك يكون داعش في مناطق خارج الموصل القديمة متخبطا في الميدان ولا يعرف مقاتلوه أين يتوجهون مراسلنا وسام يوسف وتفاصيل هذه الأبراج التي تعلو عددا من المنازل في هذا الشارع من منطقة السابع عشر من تموز أثارت انتباه مقاتل القوات العراقية المشتركة حال دخولها هنا حيث رافقت أخبار الآن عملية اقتحام هذه البيوت التي تركها مقاتلو داعش قبل ساعات فقط وبعد أن باغتتها قوات الرد السريع العراقية الحمد لله والشكر وفضل الله وفضل الأبطال الرد السريع من قوة العقرب والباقي الأفواج والألوية تم السيطرة على أحد مظافاتهم ومراكز الاتصالة أغلب مظافاتهم ومراكز الاتصالاتهم في حي 17 مثل ماها الستة تشوف تطلعها ساعة سطح والصور هاي أحد المظافات ومركز الاتصال كان مالتهم هاي ملابسهم وغيراتهم بطاريات وما نعرف عن هاي مالاتصالاته وما شبكة انترنيت الحد الآن هي مش تغلة الآن جا شوفها جا ترمش الحمد لله والشكر تم السيطرة عليها قادة مركز الاتصالات مالتهم من بعد خسارة مقاتلي داعش حي السابع عشر من تموز غربي الموصل وبعد أن حررته القوات العراقية بدأت تتكشف الكثير من أسرار التنظيم وبات وقعها يعجل من انهياره دون شك لا سيما بعد أن سيطرت قوات الرد السريع على عدد من مراكز اتصالات داعش هنا الجيش العراقي أيضا تمكن من قطع اتصالات عناصر داعش التي كانت تساعده كثيرا في التحرك والتواصل مع بعضه في الحياة المختلفة فكان مركز الاتصالات هذا الذي نحن متواجدون فيه حاليا والذي كان يحوي الكثير من المقاتلين الجانب كما تحدث لنا البعض من مقاتلي الرد السريع تم السيطرة على هذا المركز وهو مراكز اخرى أيضا مقاتلي داعش وتنظيم داعش أصبح في أزمة فعلا أزمة التواصل ما بين أفراده وما بين مقاتليه في المتبقي من الأحياء التي لا زال يستيطر عليها مركز اتصالات داعش الذي عثرت عليه القوات العراقية في حي السابع عشر من تموز أنشأه قادة داعش في منازل عدة بالقرب من بعضها واستغلوا وجود برج احت الشركات الاتصال المحلية في ربط شبكة اتصالاتهم التي كانت تغطي الساحل الأيمن بالكامل حسب ما أكد ضباط غراقيون أثرنا على أغلب مراكز اتصالات داعش وهذا الأمر أدى إلى الفوضى بين عناصره وتشتت عناصرهم ومثل ما تعرف أننا العمليات التي نقوم بها عمليات راجلة وعمليات مفاجئة يعني بدون عجلات بدون صوت فمن يفقد الاتصال بين أعضاء داعش يعني يتفاجأون بقطعاتنا في أماكن في عمق داعش المعلومات المتوفرة بعد سيطرة القوات العراقية على هذا المكان تشير إلى أن مقاتلي داعش بعد أن فقدوا أغلب مراكز اتصالاتهم أصبحوا يعتمدون على الهواتف الجوال في اتصالاتهم الأمر الذي سيسهل عملية تعقبهم وكشف تحركاتهم أكد البيان الصادر عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ مزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيمي داعش والقاعدة وعرب القادة عن رفضهم القاطع لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة مؤكدين ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي كما عبروا عن قلقهم البالغ من استمرار إيران بإطلاق الصواريخ باليستية عدين ذلك انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي في ختام أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية أعلن في العاصمة السعودية الرياض أعلن عن بناء شراكة وثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار التفاصيل في سياق التقرير التالي في ختام أعمال القمة الإسلامية الأمريكية والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة 55 دولة إسلامية أبدى القادة ارتياحهم لأجواء الحوار الصريح والمثمر التي سادت القمة وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى والتحرك إلى الأمام حيال عدد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وكيدنا أن هذه القمة تمثل منعطفا تاريخيا في علاقة العالمين العربي والإسلامي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنها ستفتح آفاقا أرحب لمستقبل العلاقات بينهم كما أعلنت القمة في بيانه الختامي عن استعداد عدد من الدول الإسلامية المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة ورحبوا بما تم تحقيقه من تقدم على الأرض في محاربة داعش وخاصة في سوريا والعراق وشادوا بمشاركة الدول العربية والإسلامية ودعمها للتحالف الدولي ضد داعش إضافة إلى بناء شراكة وثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية إقليميا ودوليا كما أولى القادة اهتمامهم الكبير بتأسيس المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف والذي اتخذ من الرياض مقرا له مشهدين بالأهداف الاستراتيجية للمركز المتمثلة في محاربة التطرف فكريا وإعلاميا ورقميا وتعزيز التعايش والتسامح بين الشعوب كما أدان البيان المواقف العدائية للنظام الإيراني واستمرار تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار مشددين على خطورة برنامج إيران للصواريخ البلاستية وخرق النظام الإيراني المستمر لاتفاقية فيهنال العلاقات الدبلوماسية وحول تعزيز التعايش والتسامح البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات أوضح القادة رفض دولهم لأي محاولة لربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو عرق حيث أكد المجتمعون على أهمية توسيع مجالات الحوار الثقافي الهادف والجاد الذي يوضح سماحة الدين الإسلامي ووسطيته ونبله لكل أشكال العنف وتطرف وقدرته على التعايش السلمي مع الآخرين وبناء تحالف حضاري قائم على السلام والوئام والمحبة والإحترام الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعد أن فاز بدورة رئاسية جديدة عقد مؤتمره الصحفي الأول الذي تطرق من خلاله إلى الأليات التي سيتبعها في تطوير علاقة طهران مع محيطها العربي والإقليمي فضلا عن توفير فرص عمل لفئة الشباب والسعي للنهوض بالواقع الاقتصادي وأما عن اتهام بلاده بالإرهاب فقد أكد لقناة الآن أن بلاده تسعى لإيجاد مشتركات مع دول الجوار وأن الوحدة والتكاتف هي أساس كل شيء لأن حدود الدول لا يمكن لها الرحيل التفاصيل حول هذا الموضوع عن إيران مع مراسلاتنا في تهران علا مسعودي هذا الكرسي الذي كان بانتظار رئيس الجمهورية في إيران لم يفارقه روحاني طويلا فها هو يعود ليجلس عليه بمؤتمره الصحفي الأول واصفا حضور الإيرانيين في الانتخابات التي أعادته رئيسا بالتأريخي وأنهم قد أسمعوا العالم أن وحدة الشعب هي أساس أي ازدهار شعبنا يعرف أن اقتصادنا لا يمكن له الازدهار دون وحدة الشعب واتحاده ويبدو أن الرئيس الإيراني كان متوقعا أن تسأله قناة الآن عن اتهام بلاده بالإرهاب وصفت إيران كونها رأس حربة الإرهاب العالمي وبما أنكم دائما ما لطالما كنتم تؤكدون على تعزيز العلاقات مع كافة دول العالم وكنتم تمثلون صوت الاعتدال في إيران ولا زلتم برأيكم ما هي الأليات والصول التي تمكنكم من رفع هذه الصورة عن إيران وتغيير هذه الفكرة بشكل عام أعرف الجميع أن السبيل هو سبيل الوحدة والاتحاد إزال إرهابيين وإيران كانت في طليعة محاربي الإرهاب ولا زالت ونحن سنواصل هذا الطريق في هذه الدورة بإسرار أكبر وبمساعدة شعوب المنطقة والدول التي ترغب بمحاربة الإرهاب أما عن علاقة إيران بدول جوالها فلم ينس روحاني أن لكل بداية خطوة تقدم السعودية بخطوة تمثلت بالسماح لحجاجنا بالتشرف بأداء فريضة الحج هذا العام كانت خطوة مهمة يمكن أن تساهم في حل المشاكل والتعقيدات شيئا فشيئا وقد وعد روحاني ناخبيه بتوفير مليون فرصة عمل وإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الأوروبيين وتطوير قطاع الصحة والسكن من أجل تحسين الحالة المعيشية للفرد الإيراني وبما أن الأيام دول فهل سينجح الرئيس بتحقيق ما وعد؟ هذا ما ستكشف لإيران القادم من الأيام رغم التحديات الجمة يبدأ الرئيس حسن روحاني دورة رئاسية مليئة بالترقب والانتظار فالعيون في الداخل والخارج تتجه نحو أدائه وتتساءل إلى أي ساحل سيرسو بسفينة بلاده التي استلم دفت قيادتها مؤخرا لأخبار الآن علامة سعودي طهران نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير طفلة سورية لاجئة في لبنان تتحدى الإعاقة بالرسم أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الوسط البحرانية قميص إلكتروني يمكنه مراقبة معدل تنفس الشخص الذي يرتديه ابتكر فريقه من الباحثين في كندا قميصاً إلكترونياً يمكنه مراقبة معدل تنفس الشخص الذي يرتديه ويعمل القميص الإلكتروني من دون أسلاك أو أقطاب أو وحدات استشعار مثبتة على الجسم ويعتمد على وحدة هوائي تمت خياطتها على مستوى الصدر نطالع من النهار اللبنانية دراجة إلكترونية ذكية تحمل على الظهر ابتكر مختارعون صينيون دراجة إلكترونية ذكية تزن سبعة كيلوغرامات يمكن طيها وحملها في حقيبة على الظهر ويتم التحكم فيها من خلال تطبيق على الهاتف الذكي وتطوى الدراجة الإلكترونية لتصبح بحجم حقيبة الظهر في أقل من عشر ثواناً واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية موتورولا تستعد لطرح هاتفها الجديد موتو Z2 Play يونيو المقبل في هذا الشهر تخطط شركة موتورز لطرح هاتفها الجديد موتو Z2 Play في شهر يونيو حزيران المقبل بعد أن حققها هاتفها موتو Z Play الذي طرحته السنة الماضية كثير من النجاح ونتحول إلى صحيفة القدس نسخة مقلدة من هاتف نوكيا 3310 بسعر 12 دولار طورت شركة هندية نسخة مقلدة من هاتف نوكيا 3310 بوجود اختلافات بسيطة يصعب رصدها مقارنة بالهاتف الأصلي سعر الهاتف لا يتجاوز 12 دولارا أمريكيا ويعد شعار الشركة الهندية الموجودة بظهر الهاتف المقلد هو العلامة الوحيدة التي تظهر الفرق بين النسختين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا طفلة سورية لاجئة في لبنان مع أسرتها نجحت في التفوق في الدراسة وتحدت إعاقتها بالفن والرسم وتأمل أن تتابع تطوير موهبتها في الرسم وأن تتلقى العلاج التفاصيل في التقرير التالي ياسمين طفلة سورية لاجئة في لبنان تبلغ من العمر ثماني سنوات لم تمنعها إعاقتها من متابعة حقها في التعليم لا تستسلم هذه الفتاة أبدا فهي تحاول دائما أن تثبت تفوقها على أقرانها أحب الكثير مجلسي وعملوني معنا وصنعوا باعنا بحاقي وأحب الكثير الرسم نحن جئنا على لبنان بأول أحداث سورية وياسمين عندها إعاقة بكل جسمها وحاولنا ندخلها على أكثر مدرسة محد قبل دخلها في مدرسة كويت الحكم هي اللي دخلتها واكتشف فيها موهبة الرسم وعملوا لها معارض وهي الشاطر كثير بقدرستها من قرية الأطامنة في ريف حما وصلت ياسمين وعائلتها إلى لبنان فارين من قصف قوات نظام الأسد زادت معاناة الأهالي في اللجوء لكن ذلك لم يمنعهم من مساعدة طفلتهم وتطوير هوايتها في الرسم تشفوا أنه عندها موهبة موهبة الرسم ونموا له الموهبة وعملوا له معارض وتحسنت كثير بالرغم من وضعها الصحي إلا أن الطفلة ياسمين نجحت في حجز مكان لها في مدرسة كويت الحكمة تتابع دراستها تتعرف على أطفال وأصدقاء جدد كل ذلك ساعد ياسمين في ثقل موهبتها وتفوقها في الدراسة عندها موهبة الرسم نميناها عندها وأبدعت فيها وعملنا لعدة معارض لياسمين وياسمين بحاجة لعدة عمليات لترجع لوضع الصحي السليم الإرادة التي تمتلكها هذه الطفلة أثبتت أنه لا يوجد لديها ما هو مستحيل تفوقت في الدراسة نجحت في بيع بعض من لوحاتها وعرضها في مدينة طرابلس اللبنانية في خبرنا الأخير أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة شخص الرابع على الأرجح بسبب إصابته بإيبولا في منطقة نائية في شمال شرق جمهورية الكونغو ديمقراطية فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 37 حالة وصرح المتحدث باسم المنظمة في الكونغو أن 37 حالة إصابة بالحمى النسفية ظهرت منذ أوائل شهر مايو أيار الجهري تأكدت إصابة اثنين منها بالإيبولا فيما تعد ثلاث حالات أخرى من بينها حالة الوفاة الأخيرة محتمل إصابتها وقبل ختام النشر مشاهدين هذا التذكير بما جاء فيها من عنوين ارتفاع عدد قتل تفجير منشستر إلى 22 شخص ومايت دين الهجوم الإرهابي قتل سبعة من تنظيم القاعدة بضربة للجيش الأمريكي في اليمن وقوات الأسى تواصل خرق اتفاق خفض التوتر وتصاعد في درعا لاستعادة مناطق خارج سيطرتها بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار امفنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر وامفنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنبى كونوا معنا اشتركوا في القناة